هذه الوحدة العاشرة نتحدث فيها الموارد الطبيعية في البيئة أهلا وسهلا فيكم طلاب الصف الرابع في مادة العلوم لا تنسوا أنه في قائمة كاملة لطلاب الصف الرابع فيها مواد العلوم العربي الإنجليزي والرياضيات نفتدأ مع بعض في وحدتنا الأخيرة بالدرس الأول وفي عنا الدرس الثاني منها الدرس الأول فيه رح نحكي عن الموارد الحيوية ما معنى كلمة مورد حيوية رابع المورد الحيوي شو معنى المورد الحيوي هو يعني من هون هو الكائن الحي المواد الحيوية التي تأتي منها مثل النباتات والحيوانات والعقود العفوري بسم موارد حيوية حيوية ممتاز هلا في عنا شغلة رابع اسمها موارد طبيعية طبيعية يعني من عمل الله من عمل الله عز وجل يعني الإنسان ما تدخل فيها زي مين زي الماء الماء زي السخور شايفين هون مثلا هنا قولوا يعني منطقة طبيعية طيب مثلا السخور اللي بتكون موجودة هون زي هك وزي هك شو ما نسميها هاي موارد طبيعية صح من ربنا يعني موارد طبيعية طيب هلا الإنسان بقدر لحاله انه يعيش في الطبيعة يعتمد على حاله لا يعني هو بدي يعتمد على الموارد الطبيعية الموجودة صح؟ طيب هلا حكينا موارد حيوي معناها مش بس الكائن الحي معناها الكائن الحي وكل اشي بنبط بالحياة حواله نباتات حيوانات ومش كمان يعني انه ضروري تكون حي ممكن حتى وقود حفوري يعني الكائن الحي ش يعني كائن حي؟ إنسان كائن حي حيوان حيوانات نبات نبات جمع الكائنات الحي لا هاي كائنات حية إنسان حيوان نبات المواد الحيوية اللي حواليك زي نباتات زي حيوانات زي وقود حفوري تمام؟ التفاعلات هاي كله يعتمد نحنا بسميها او مش تفاعلات هي تعتبر موارد حيوية تمام؟ يعني الموارد الحيوية معناها كل الكائنات الحية بالإضافة الأمين للوقود الوحفوري طيب ننتقل إلى تعريف النباتات هي موارد النباتات هي موارد حيوي مهم للإنسان يعتمد عليه اعتماداً أساسياً في غذائه وتستعمل أخشاب النباتات في صنعه صناعة انواع الإثاث والمختلفة وتصنع الملابس من القطن وتصنع بعض الأدوية من النباتات ويصنع الأوراق من أوراق النباتات وسيقانها يعني إذا الأستاذ أو المسألة يسألك يا رابع شو فائدة النباتات أو شو استخداماتها للنباتات من أول الأخشاب تستعمل في صناعة الأثاث زي ما أنتوا شايفين بصناعة مثلاً الملابس نأخذ منها من القطن القطن نبات نأخذ نعمل منه ملابس كمان منسقان النباتات نعمل كثير شغلات حتى ورق الورق يصنع من النباتات طيب نيجع الحيوانات كيف منا نعرف الحيوانات نحن؟ الحيوانات هي مورد حيوي مهم للإنسان في الكثير منها يعد مصدر غذائياً له ويستفيد من بعضه في نقل ويستخدم صوف بعضه الحيوانات وريشها وجلودها في صناعات مختلفة إذن الحيوانات مورد حيوي كثير مهم برضو استخدمات الحيوانات في شو يستخدمها؟ بالنقل بالريش بستفيد من ريشها بستفيد من الجلد تبعها في عدة صناعات هنا ماذا يستفيد الإنسان؟ يعني بتعيدوا هذا الكلام وهذا الكلام طيب نفتح على صفحة ثمانياً رح نحكي عن الوقود الحفوري اللي بكلها تعتبر موارد حيوية شو بدنا نعرف الوقود الحفوري؟ خلينا نحكي لكم عن الوقود الحفوري هلأ الوقود الحفوري هو عبارة من هون التعريف يبلس شو مورد؟ هو مورد طبيعي حيوي يتكون من بقايا نباتاتي نباتاتي وحيواناتي التي عاشتها قبل ملايين سنين ومن أنواع الوقود الحفوري الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي ممتاز إذن وقود الحفوري هو من عمل الطبيعة برضو الإنسان ما بتدخل فيه فعشان هيك نحنا بنعتبره إشي حيوي حيوي يعني إشي خاص يعني له ارتباط بالموارد الطبيعية اللي هي صنع الطبيعة صنع الله هلأ هذا الوقود الحفوري هو عبارة عن إشي طبيعي هايو مورد طبيعي من وين بيجي؟ نتخيل يا رابع من نباتات وحيوانات بيكونوا ميتين من ملايين مش بس ألاف ولا مئات السنين من ملايين السنين أعطيني أمثلة على الوقود الحفوري الغاز النفط والفحم طيب خلينا بس نركز على النفط ونتفرج يا رابع من ماذا يتكون هذا النفط خلينا نتفرج على هاي الصور أول صورة بيحكي لنا بيكون في كائنات حية دقيقة بالبحر تمام؟ حية بعدين ماتت الكائنات البحرية وصار في بقايا وصاروا يتجمعوا كلهاتهم هون في القاع هو كي ظلهم فوق بعض يموت ويموت 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 في كل الكائنات هاي تموت وبييجي زي الطبقات فوق بعض تمام؟ طيب هون صار عندي تولد لمياً للطاقة ولا الحرارة هلا هي ضلت تموت ضلت تموت الكائنات تموت 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 هو كي صار في عندي ضغط أكتر صار في عليها حرارة كبيرة جداً كثير كثير صار تضغط عليها كثير كثير هذا الحكي مش بيوم ولا بليلة ملايين السنين يعني أثناءها ظلت تموت الكائنات وتتراكم تتراكم وصار في ضغط أكتر عليها مع مرور الوقت وملايين السنين كل هاي الكائنات البحرية اللي ماتت وانضغطت كتير كتير شو بتصير؟ بتصير النفط النفط يلي منستخرجه نحن من قاع البحر ومنطلع منه غاز كاز بنزين مستخدم بحياتنا اليومية اللي علشانه بتصير في حروب ما بين الدول علشان هذا النفط فهو يعتبر حتى الذهب الأسود بسموه من كتر ما هو غالي ومن كتر ما هو مهم لاقتصاد الدول صح؟ إذن هذا هو النفط وهيك بتكون إذا إجعنا سؤال كيف بتكون النفط نحكي هذول الأربع مراحل تمام؟ فهمنا إذن كيف بتكون النفط؟ إذن النفط أصله غاز أصله إشي حي أصله بقايا كائنات حية بحرية دقيقة عاشت ودوفينات وتراكمت بعضها فوق بعضها البعض وانضغطت ضغط وحرارة تمام؟ طيب هون بنحكي عن الأشياء اللي بتنتج من وقود الوحفوري لما آجي أحرقه هذا الوقود الوحفوري شو الأشياء اللي بتنتج طلعوا على الصورة اللي تحت؟ شو ممكن يصير هون عندي؟ تخيلي شو في الجو كيف النهو؟ شو بصير بالجو؟ بصير في تلوث للجو بصير في أذى بالبيئة الأشجار بتتأثر الإنسان بتأثر جهاز التنفسي حتى نباتات اللي هوا كله بصير وسخ فعشان هيك هذا الإشي من كثر الحرارة والتلوث بيأثر على الطقس كله في كل أنحاء العالم طيب مثلا نتخيل انه هون الجو ملوث لما تيجي تشتت الدنيا كيف رح يصير الشتاء؟ وسخ ايوه رح يتلوث برضو مع المطر هذا الشي نتخيل بصير ينزل عندنا مطر ملوث مش نظيف فهذا الشي مين رح يشربه؟ الكائنات الحية النباتات فهذا الإشي رح يأثر عليها صح؟ يلا ما الموارد الطبيعية الحيوية؟ شو هم الموارد الطبيعية الحيوية؟ حكيناهم نعيدهم مرة ثانية الموارد الحيوية الطبيعية هم ثلاثة اللي درسناهم النباتات النباتات والحيوانات ووقود الحفوري ثلاثة إذن نباتات حيوانات ووقود الحفوري إذن نكتب الجواب الثلاثة النباتات والحيوانات ووقود الحفوري اللي بعديه أضع الداء المفهوم لما سفي الفراء الكائنات الحية المواد الحيوية التي تأتي منها تسمى مواد حيوية من أنوال وقود الإحفور على الفحم والحجر والغاز الطبيعي والنفط التفكير ناقد بقولين الموارد الطبيعية الحيوية مهمة للإنسان شو رأيك طبعا أول شي بدنا نحكي شو هي الموارد الطبيعية الحيوية هيا حكناهم هون فوق النباتات الحيوانات الوقود والحفوري لما يحكي لك وضح إجابتك يعني تخيلوا يا رابع بدنا نحكي كل فوائد اللي بتجين من النباتات ومن الحيوانات ومن الوقود يعني إجابتنا رح تكون أول شي بنحكي هون عن النباتات بشو فادتني هايها أثاف ملابس أدوية ورق الحيوانات شو فادتني بالنقل بالنقل بستفيد من السوف ريش والجلد والجلد طيب الوقود والحفوري بشو بستخدمه؟ بستخدمه بستخدم الفحم الحجري بستخدم النفط بستخدم الغاز الطبيعي بسناعاتنا بالتدفئة بيتجارتنا بكتير شغلات صح؟ بكتير شغلات ننتقل السؤال اللي بعدين وصنف الموارد الطبيعية الحيوية الذي موارد مصدرها نباتي و موارد مصدرها حيواني الخشب والحليبي الخشب من وين أصله؟ نبات او حيواني الخشب؟ حيوان نبات الخشب أصله نبات الحليب من وين؟ حيوان أكيد من الحيوانات اللحم؟ نبات لحما يأتي من النبات؟ لا حيوانات حيوانات كيف من الدجاج و البقر الحرير من وين يأتي الحرير؟ نبات نبات الحرير من النباتات دود القز دقيقة من الدود من الحيوانات ليس من النبات القطن نبات الحرير حيوان ماما مي من يعمل الحرير دودة القز هي اللي بتعمل الحرير فهي أصلها حيوان ننتقل لسؤال رقم خمسة شو بحكي لنا اترح سؤالا تكون إجابته تلوث الهواء شو ممكن نسأل سؤال هذا ينه هو ماذا ماذا ينتج عن خرق النوت الوقود الوحفوري الوحفوري شو بنتج عنه تلوث تلوث البيئة تلوث الهواء بس تلوث الهواء تلوث الهواء أكمل المخطط بكتابة أمثلة على الأثار السلبية لحلقة الوقود الحفوري في البيئة حرقنا الوقود الحفوري شو بصير عندك أثار سلبية يلا واحد تلوث حرارة سطح الأرض تلوث الهواء الجوي تغير الأحوال الجوية تلوث الماء والمطر الماء والمطر ممتاز إذا هكي حلوين خلصنا درسنا الأول نراكم في الدرس رقم اثنين رح نحكي فيه عن موارد غير الحيوية إلى اللقاء لا تنسوا تشتركوا بالقناة وضغطوا الجرس حتى ننصلك كل فيديوهات جديدة باي